الحرج الآخر اللي كان متعلق بالتوجه شديد الصفور المنحاز ناحية كان الصهيوني المحتل ورفض حل الدولتين والعمل على التهجير وهنعمل وبدأ يحطه سيناريوهات وخرايط وهنودي دول على الأردن ودول على مصر ودول على كندا ونفتح مشاعر باب الهجرة الطوعية أحيانا لا هنعمل والحقيقة تحطمت الأحلام الأمريكية أو الصهي وأمريكية الحقيقة على الصخرة المصرية بوضوح وأمام العالم والعالم عارف أن كل هذه الأحلام تحطمت على صخرة واحدة وفتكر المصطلح أو التسميع اللي أنا قلتها لك من أسابيع مصر قلعتنا الوحيدة لو قتلك نصا لو محمود درويش عايش لقال كده القاهرة قلعتنا الوحيدة ودل حصل القلعة الوحيدة الباقية في المنطقة هي وجهت كل أسلحتها السياسية لأجل الدولة الفلسطينية والشعب الفلسطيني وقضاياه الإنسانية أو أزمته الإنسانية الحالية وقضيته السياسية اللي مصر هتفضل مكملة فيها إلى الناصر لحل الدولتين القلعة الوحيدة ده بوضوح والعالم عارف ده وبوضوح أيضا جدا كل الجرائد كل القنوات الكل كل من يعمل بالسياسة ومن لا يعمل بالسياسة يعلم أن القاهرة هي العاصمة التي كانت قبلة حقيقية لكل المكالمات لكل المقابلات من قدة العالم علشان حل الأزمة الراهنة أو الفترة السابقة منها وبالتالي ده كان الحرج السياسي التاني اللي بيتعرض له بايدن أنه كل اللي أنت بتحلم به باي باي شكرا لدرجة أنه هو غير تصريحاته يعني خلي بالك من الأول هو إعواقف مع نتانياه فيقول له أنا جيت هنا بعد حرب 73 وكت مع جلدة مقير وقلت لها أنه لا يستلزم الأمر لأني أكون يهوديا كي أكون صهيونيا وها أنا أعيدها عليك مرة أخرى ونحن نلتزم بكذا ونحن سوف نعمل على كذا ويعني منتهى الصلف كل ده بخر نحن نرفض التهجير القصري للفلسطينيين نحن سوف نعمل على حل الدولتين مع الجانب المصري بس خلاص عايز إيه تاني علشان تعرف حجم بلدك طب أنا في مصر إحنا عارفين مش كده كل الناس اللي حوالينا واللي مش اللي حوالينا عايزين تعرفوا إيه تاني أو تشوفوا إيه تاني عشان تعرفوا حجم وقوة مصر ده بيفكرني الحقيقة بكلام الصديق والزميل عزيز دياء داود في المجلس الأمن الاقتصادي للمصري فرد عين ده مش تفضل من حد على رأي دياء خالص ده مش تفضل على الإطلاق ده واجب لأنه على رأي دياء داود بردو قالها مرتين كده باعتبر أنه هو النائب الضميات قالك دا احنا حيشين ودي كلمة كده يقولها الضميطة حيشين عن حيشين عنك كتير وكرر الجملة مرتين حيشين عنك كتير احنا حيشين عن الكل فعلا احنا قادرين نحمي المنطقة عن الكثير وقادرين نحمي الأوروبيين يوه 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 مصر لو رفعت إدها بس عن سواحل المتوسط بالكامل أوروبا شهرين ثلاثة وتتشقلب بسبب كل ممكن حاجة تتصورها الشكل العادي للهجرة غير الشرعية ووجود عمالة غير شرعية في الاتحاد الأوروبي وغيره من الدول يعني لأنه هتصرب خارج الاتحاد وهتصرب خارج المدن والدول المتوسطية اللي في الاتحاد أو اللي في أوروبنا بشكل عادي وربنا يستر ده بس لو مصر لقدر الله لقدر الله رفعت بس إدها مانا رفعت إيدي أنا معرفش بقى مين اللي مسافر وما ليش دعوة ما ليش دعوة ما ليش دعوة دي يعني عمالة غير شرعية وهجرة غير شرعية وإرهاب وبلاوي سودا يعني وجريمة يعني أنت بتتكلم على أنه بالمناسبة ده مش معناه أن العرب هم اللي بيعملوا ده لا 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 لأنه هذه السواحل هتصبح مفتوحة لكل من هب وادب في أي حتة في العالم بس مصر قالت لك ما ليش دعوة يلا بقى بينا نروحها لهناك عند هذا الساحل الجنوبي لحوض البحر الأبيض المتوسط ومنه هنضلق أن نخش على أوروبا إن أوروبا تفيضه لبنا وعسلا يلا بينا اللي عاوز يشتغل إرهاب هيشتغل ولا عاوز يشتغل جريمة هيشتغل ولا عاوز يشتغل صحيح عاوز يا كله متعيش بس هو دخل بشكل غير شرعي هيشتغل يعني كله هيدوس والأوروبيين استوعبوا ده جدا وفاهمين ده جدا هم كانوا متصورين بس خد بالك إن إحنا اللي مش فاهمين حجمنا ودورنا فالحقيقة إنه الخمسين يوم كان الخمسين يوم كاشفها لأنه بمنتهى البساطة الكلام ده تقال الكلام ده تقال